الإدارة الأمريكية من جانبها الإدارة الأمريكية تضغط على كيان احتلال الإسرائيلي يلتزم خصوصا بعد أن يعني إلى حد ما عري هذا الكيان طلاقة من المجازر التي ترتكبت والانتهاكات التي ترتكب كذلك في مناطق أخرى ويقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي هو التي تقدر أمريكا عليه أن هي تحاول أن تخلي إسرائيل يعني دولة تعلن عن نياتها الحقيقة بخصوص ترسنتها النووية بمعنى مثلا أمريكا وروسيا عندهم أسلحة نووية كتير جدا يقدروا مثلا يقتلوا مليار من البشر لكن في تصريحات بعدم مثلا استخدام الأسلحة النووية في المقام الأول ما يعرف باسم القدرات الدفاعية التي تخول لدولة ما ضرب دولة أخرى نووية لو أمريكا أقنعت إسرائيل بأن إسرائيل تطبق بعض من عناصر أو معالم الاستراتيجية الأمريكية الروسية الخاصة بالأسلحة النووية خصوصا اللي تدنورت بعد إنهاء الاتحاد سوديتي ونهاية الحرب الباردة تبقى خطوات مهمة بمعنى مثلا إسرائيل طبعا هناك الأمر الهام وهو التوقيع على معاهدة حظر النشاط النووي الأمر الآخر هو أن تعلن إسرائيل ما هو حجم ترسنتها النووية الأمر الآخر هو التعهد الإسرائيلي بعدم استخدام الأسلحة النووية وبالذات كضربة وقائية أولية لو أمريكا عدت قيمة بالمطالب طبعا إسرائيل ممكن ما تلتزمش بيها ممكن تلتزم ببعضها ممكن تلتزم بيها كلها لكن أهم حاجة هو ماذا استعداد أمريكا لطرح هذه المطالب على إسرائيل والموافقة الإسرائيلية أو الرفض الإسرائيلي الخاص بها لكن هناك أمر مهي بالأساس هو دكتور مخايل بالأساس هل لديها النية الإدارة الأمريكية القيام بهذه الخطوة يعني تلاحظ أن هناك فعلا مصداقية وجدية من قبل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالسعي فعلا لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة دمار الشامل قبل أن نتحدث ربما عن ضغطها على كيان الاحتلال الإسرائيلي أو سعيها للقيام بهذه الخطوة يعني زي ما قلت في الأول ده يعتمد على الرغبة السياسية لباراك أوباما وإلى حد ما وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون هل هم قادرين على يعني الإعلان عن هذا صراحة ويعني هل هم في نية المواجهة مع إسرائيل لأن هناك مواجهة أمريكية إسرائيلية خاصة بالمستوطنات والخلافات ما بين نتنياه وأوباما اللي أخذت بعد شخصي لكن ده بيعتمد إدارة أوباما وأوباما شخصيا قادر على طرح هذه المطالب على إسرائيل ربما هذا يكون أحد المطالب خاصة بالدبلوماسية العربية ليه ما فيش أحد من المفكرين العرب يكتب مقالة في نيويورك تايمز أو أحد الصحف الأمريكية ويطالب إدارة أوباما بطرح تلك الشروط النواية على إسرائيل الأمر مطروك في المكتب البيضاوي طيب دكتور مركان كيف تعلق على هذا الكلام وخصوصا هناك من يقول أنه فعلا في هذه المرحلة هناك جدية من قبل الإدارة الأمريكية طلاقا من تصريحات مثلا الرئيس باراك أوباما أن الدول التي لن تتخلى عن سعلها إلى امتلاك ثلاثان نوية سيكون مصيرها العزلة وزيرة الخارجية كلينتون تقول أن الدول التي ستنتهك حظر الانتشار ستدفع ثمنا ضاهظا هل هذا الخطاب يعني يؤكد أن هناك مصداقية لدى الإدارة الأمريكية أو سعي فعلا وهناك تغيير في هذه السياسات يا سيدي الحقيقة أن ما حدث هو أن الدول التي التزمت التزمت بهذه المعاهدة منذ وضعت للتوقيع ثم عرضت للتصديق وطبقت هذه الدول التي التزمت هي التي دفعت ثمنا باهظا بالانضمم إليها ليه؟ لأن الباكستان والهند كان لديهم مشاكل إقليمية حلوها عن طريق التسلح النووي ووصلوا إلى حالة التوازن النووي في المنطقة الإسرائيلية والشرق الأوسط تركت إسرائيل تتسلح ونشطت كل أجهزة الرقابة والتفتيش على الدول العربية للتأكد من أن كل ذرة من أعمالها في مجال العلوم النووية والاستخدمات السلمية هي في المجال السلمي فقط ولذلك أنا شايف أن منذ البداية المسألة كلها سياسة في سياسة في سياسة وهذه السياسة أساسا موجهة للحماية لإسرائيل بدون سبب واضح لنا نحن لا نفهم عن التفريق نحن نفهم مثال حقوق الإنسان والضمانات التي تعطى للشعوب من حيث الحرية والمساواة وإلى آخره كلام الكثير الموجود في حقوق الإنسان وهذا لا يحترم أبدا دكتور بركاته عندما تتحدث عن موضوع السياسة وتذكر هذا المصطر لعدة أكثر من مرة تعتقد أن التعاطي مع البرنامج النووي الإيراني هو تعاطي سياسي بعيد عن التقنية وبعيد ربما عن دور الوكالة كوكالة دولية للطاقة الذرية يا سيدي دوري هو أنا في موضوع المشاط النووي الإيراني أنا لا أستند إلا على الوثائق التي تنشرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي الجهاز المسؤول عن هذا وهو الذي يضمن مصدقية كلماته فحسب ما يقولون أنه لا توجد أي دلائل على عسكرة البرنامج النووي في إيران وأنه برنامج سلمي وهذا يكفيني وأنا لا أريد أكثر من ذلك أما إلقاء التهم جزافا فهي تقع على من يلقيها والبينة على من ادعى فعلي الوزير الدول التي تلتزم بالقرارات الدولية هي من تدفع الثمن هذه نقطة أشار إليها الدكتور بركات وهي جدا من هم وأشار نقطة المفردة أو المصطلح السياسية هنا نصل إلى أي حد الخطاب الأمريكي أن الدول التي ستتحضر الانتشار ستدفع ثمنا باهظا يتطابق مع السياسات الأمريكية وواقع هذه السياسات الولايات المتحدة دولة كبرى دولة عظمى بل ربما هي أخوى إمبراطوريات التاريخ لها مصالحها لها حساباتها وبالتالي لا تتقيد بأحكام القانون الدولي ولا بمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ولا آخر هي تعتبر هذه مواثيق يضعها الأخوياء كي يلزموا الضعفاء بها أما الأخوياء فلا يلتزمون في مسألة الطاقة النووية قيل تردد مثلا على لسان الدكتور بركات كما على لسان الدكتور ميخايل بما معناه أن الولايات المتحدة قد لا تعارب ببناء قدرات نووية سلمية أنا أعتقد أن هذا أمر غير صحيح حتى القدرات النووية السلمية لا توافق عليها الولايات المتحدة بدليل أن الطيران الحرب الإسرائيلي قام بضرب منشأة هم قالوا أنها بداية مشروع بداية مشروع طيب عندما يكون بداية مشروع هل يعقل أن يكون مشروعا نوويا معسكرا؟ هو بداية مشروع لم يحتملوا أن تقوم سوريا بحسب ادعائهم سوريا تقول كلا هذه ليست منشأة نووية ترجمة نانسي قنقر